كنت مجهز مدخل وأثناء الكلام. سألت نفس الشؤال هو انت احنا بسير دي انت التنميت بعضيه انت اتشافت ان انا التنميت بيها سنة التنميت بسنة. طبض علي مزارات جامعة القاهرة وروحنا لسجن استعناف القاهرة وكان فيه سبع زنازين في نهاية العمبر باسمه زنازين المخصوص. كان فيهم الناس اللي واردين احكام الاعدان ولابسين الزيت في العمد. واحنا كان السلك دارت معنا كثرة الجامعة القاهرة اندخن في الدراسة المنتظمة وكنا بالسبب سجاير من المخصوص دي دا التعبير في السجن بياخد تعيين يومي من السجاير على حساب مساح السنة. فاندخنش فيهم بيتاجر في السجاير دي تيدينا خمس سجاير لارد عمره سبع. فدي بوسي من السليوة حياتي. معظم كان مضايا يتار يتخبر مع سنة. نفس الدنيا و83 خدت حب خمس سنين. اتخذت نفسه 86 في عمر الزراعة في ليمان ترى. فقابلت تلاتة من اللي كانوا واردين اعدام معايا في سجل الاستيناف. وعيشت مع اثنين منهم. كان همي ازاي كانوا عايشين المدة. فعرفين كان مليفت؟ احد نفايا كان مليفت ان السبب نزل عقوب للاعدام على التجسد مع اسرائيل لأشغال شرقة معدازة. فإن كانوا واردين حكم اعدام في هذا الوقت. دول يحكمون بقى بتاديلة عشان احد انجازات اتفاقية كاملية. الشخص التالب اللي شفته كاسم ما يبدوش لما روح اليمان. الاساس تاللار الانصاري. هو دعاة محامي السندرية. تاللار كان في عضية الفنية العسكرية. فعصالح سرير. وخذ حكم اعدام. ولبس البدد الحمراء بسمن السيناف القاهرة. ونفز حجم الاعدام على باقي المجموعة لماع اساس تاللار الانصاري. لكن قسطس نية الاساس تاللار الانصاري من تنجيز الحكم. لان ابوه كان شاعر وعضو الهزب الوظني. فكتب تصيبه اعتماس السادات. فسادات ناس الارقومة من اعدام الى التالي. زي ما احتملت بالتعليك الرا ما تعزلت. احتملت بالاعدام بما شفت نمازج بشالية. ازاي ما كانوش بيعرفوا من امامه. الا ليلة الخنوص. صابح جمعة اجازة موفيش تنفيز احكام محتاج. لكن ده الاسبوع بدينا مش. اي حركة في العنبر بتخليهم صحيين ان ده ممكن يبقى التجيز. وخاصة لجلسي منهم بتنمز امتيز الارقوبة على ناس متهمين في نفس العضية. يعني يعني عمي عشان كلامة كان الله يرحمه. كان عضية تجسر في سيناء. بتنفذ على سكر التجمعان وبتدر عليه هو ورجاكا مليبت عن قطر مليبت. تليم في الدنيا. وقضية حبيبة ممثل. متخيل انها صدمة لأي حد شركات الشأن العالم. اي حد مهتم بالقرن. اي حد مهتم بالقرن. حبيبة ممثلها فيلم العصور. عادكم تشوف فيلم العصور حاج ده هو حبيبة. كان بيتمسك. التهمة بقى في زكري. ونوصل اليها اعترفات. قالت هي في التحقيات النيابة او في المحاكمة. سواء عارسانها او عاصل محاميها انت العصورات هي بتعزيل. ومع محكمة الجنياب ما خليسي بهذا الكلام. ولا محكمة النقط. وتلعت حب ضد الممثلة الحبيبة. حصن حظن حينشي اعدام. كان حبس اي طنص مشار سمن. بعد محطط خمس سنين في السن. صدفة تحت. زوج مباحث وقع على تلك من قدمين. في قضية تانية. فاعكرفوا ان هم اللي قتلهم. جزء المسلح. في رصة صدفة. لحد كان يدور. ولحد خلاص كان قضية اتقفلت. ودخلت. طيب لو دي خدت حب معدادة. وتنفس بها الحب. ثم تبين بعد ذلك. ان هذا الحب غير مطابقة للحقيقة. مفيش طريقة لديها. تلاتة ستة. اتنين ستة عدين 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 عدين. بتقول في ان الاعتقار بتفتيش الاشخاص والاماكن بالقرار من وزير الاتاقلية غير دستوري. الضوء الكبرى من هذا الحب رغم روعته القانونية هتصدام لما تعرفوا قدام المحكمة اين? هو قدام المحكمة من ابريل تلاتة سعين. اعلى محكمة خضائية في نصف لم تقبل على فتح الملاف الا بعد عشرين سنة. لانه مرتبط بسلطات مدحس ابنه ده. مش مهم. نستحمي. قدام المحكمة الدستورية بيقول لما يفرح حكم على الدستورية بنص جناي على رئيس هيئة المفوضيين محكمة الدستورية. ان يبلغ النائب العام والمندعي العام العسكري للحب حتى يتخذ شؤونه في تنفيذ الحب. واحكام الادامة اللي صارت استماده الى هذا الحب تعتبر كأن لم تقوم. حتى لو كانت احكام بادي. حضراتكم لو تبعتوا الدراجة المصرية في الوقت ده حاجة محكمة الدستورية. وبالصرف ان بداحته كان رئيس المحكمة الدستورية الساعة للصدور الحكم ده هو رئيس جمهوران الموجود ده. الواقع. حاجة موصل. وما شفنا النائب العام راجع الاحكام. لأن للراجع الاحكام حنكتشف ان كل الاعدامات التي تمت من خمسة وثمانين. من خمسة ومتبدعة من واحد وثمانين. اختيار السلام. حتى اخر التسعينات. لها صادمة من محاكم امن دولة توارد. او محاكم عسكرية. استندت لأدلة اتضحة بعد ذلك انها غير مجروعة. وهذا الملف ما زالنا فتوحا. ولم يجروا احد من المسؤولين انه يفتح هذا الملف عشان يجبع. كان بنى آدم اتعلم ودمه في رغبة المحكمة الدشتورية المصرية ومنذ 93. يعني ممكن الذي قعدينها قبل 93 اقول ما كانش المحكمة تعب. انتوصلك الملاقين. وتغطب عدد دشتورية النص وقعدت عشرين سنة. اشتركوا في القناة.